المتاحف النهاردة موجودة بالمجان وفتحة أبوابها بالمجان إيه حكاية اليوم النهاردة وإيه حكاية اليوم العالمين المتاحف طبعا المتاحف هي الكوة النعمة بتاعت المجتمع ودي حاجة مهمة جدا التنوع اللي بقى في المتاحف وافتتحتها وتنوع الموضوعات اللي بتعطي المتاحف للشعوب دي حاجة عظيمة جدا احنا سنة 77 في الاجتماع العام لمنظمة الايكم اللي هي الخاصة او المنوطة بالمتاحف في العالم وكان اجتماعها العام في موسكو قالوا ان فيه يوم هيبقى يوم للمتاحف العالمية وعلى اساس هذا اليوم تم بيتم اختيار لهذا اليوم كل عام موضوع تقدر الشعوب من خلالها انها تناقش ده مع مجتمعها ومع جمهورها اللي بيزوروا وعلى هذا الاساس تم تفعيله بعدها بسنوات انه هو يكون يوم علامة احنا زي ما بنقول كده الايكم هي المنصة الخاصة بالمتاحف في العالم زي الفيفا كده في كورت القدم بقت المتاحف من اكتر المناطق اللي بتزار في العالم اي شخص بيزور بلد بيحاول يزور متاحفها وموقعها الاسرية وخاصة ما يكون في فرايتي او في تنوع كبير في العروض او المعارض اللي بتعرض في هذه المتاحف